شكل سريع كده يعني النهاردة وضع السوق ما اختلفش كتير لو بتكلم على الأجازة أسبوعين ورجعت لقيت نفس الأسعار لقيت نفس السوق نفس القيمة حجم التداول اللي احنا متكلم فيها تكلم شكل سريع جدا على الوضع السوق النهاردة بعد قراءة سريعة لتحركات الأسبوعين أو الثلاثة اللي فات وهقول والله أن السوق مازال بتحرك في اتجاه عرضي أنا ضد فكرة أن السوق بتحرك في اتجاه هوبوط على الأجل الطويل يمكن أنا لو كان بإمكاني أرفق شرطات للموضوع ده كنت وضحت بشكل عملي أكتر أو بشكل نظري أكتر فكرة أن المؤشرات رئيسية بورسة مصرية يمكن المؤشر رئيسي EGX30 أكثر وضوحا يمكن عكس EGX70 شوية أن المؤشر المازال بتحرك في اتجاه عرضي احنا وصلنا إلى 3200 نقطة في نهاية عام 2008 وصلنا إلى 3200 نقطة ما دلناش أن احنا نكسر تلك المستوات مرة أخرى ده بعد السورة مباشرة السوق بتحرك في شكل عرضي قام حجام التداول بإجمالها منخفض بترتفع لفترات ولكن لا ترتفع إلى أعلى من المتوسط اللي كان بتشارع عليه من بعد السورة حتى من عام 2009 خلنا نقول برضو بالعجل القصير السوق بتعفى إلى حد كبير ولكن هو بتقبله مشكلة دايما أنه كل ما بيقدر يطلع بيكون قمم أقل عندنا 5400 نقطة عندنا 5200 عندنا 5000 نقطة أو 4900 خلال الأسبوع الماضي ونحن نتكلم من نهاردة أنه كسر الأسبوع الماضي وبيحدى وبيقوة مستوى الأربعة تفت ومئة نقطة عاد اختبارها بنهاية الأسبوع الماضي ونهاردة بتحرك تحتها ده بالتالي بيوضح حجم حجم التدول المخافضة بشكل كبير رقم 2 عندنا حجم قضايا بكرة ومفروض أننا بننتظرها جميعا عندنا أيضا فكرة الصراع السلطات اللي في مصر اللي بشكل واضح بدأ يظهر ما بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وما بين السلطة القضائية وما بين السلطة التشعيل اللي حد النهاردة بش قدين نقولها هل هي هتبقى في مجلس الشعب ولا هي في إيد المجلس عسكري بوناها على الإعلان الدستوري المكمل كل الأمور دي يمكن هي اللي بتلقي ظلالها على الاستثمار في مصر رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 بغض النظر عن ترتيب ونقول أن الاستثمارات أجنبية المتتالية اللي بتخرج من السوق عن عندي يمكن عايز أوضحها بشكل واضح جدا لأن احنا لو قرأنا فكرة الاستثمارات اللي بتخرج من أول السنة لحد النهاردة أعتقد أن عندي لها مبرر أنها ليه بتخرج وبتخرج مش هكذا ليه في النهاية أنا بقول أن المؤشر الرئيسي لبورصة المصرية وبالتالي كل الأسهم التابعة عليها وحتى أسهم ايج اكس سابنت كمان كلهم بتحركوا في الغالب بشكل عردي الارتفاعات بتكون في ايج اكس سابعين يمكن بدأنا نلاحظ في المرة دي كانت أقوى شوية لأن نسب التصحيح عندها تبقى بعد يعني ممكن نشوف 20% ارتفاع ولكن هو نسب التصحيح وليس ارتفاع في المجمل نحن نتكلم على وجهة نظرنا في السوق لمدى قصير أو متوسط أو طوير خلينا نقول نحن نكمل في شكل عردي في الغالب وفي شكل عردي بعد الخفاضات العنيفة اللي شهد السوق على مدار عام أو عامين من دلوقتي أعتقد أنه هيكون إيجابي جدا خلينا نقول أيضا السوق لم يشهد الارتفاعات من أول 2009 حد منتصف 2009 عام وصلنا إلى 6800 نقطة كان حجم التداول قرابة المليار ومتين نقطة السوق ما شهدش من وقتها من 2009 أي قوة فعلية أو أي قوة زخمة في الشراء نشوف أيضا قيمة حجم التداول مزالب بتقل من وقتها لحد النهاردة بتقل نشوف أن حتى أسعار الأسلوب نتكلم عن OCI لم تتجاوز 280 جنيه بقى لها ثلاث سنين حتى لما سوق وصل 7700 نقطة برضو أوراسكو من إنشاء وصناعة ما حددتش 280 يعني أنا بتكلم على اتجاع عردي في السوق ككل اتجاع العردي ده أعتقد أن السيكل الرابط تنتهي وأرابط تنتهي ده لازم نربطها بأحداث سياسية وأعتقد أننا بدأنا نشوف تصريحات النهاردة برئيس هاية التامية الصناعية بخصوص 15 مليار دخول في الاستثمارات المباشرة يمكن ده هيكون إلى حد كبير ممكن يكون حافظ اقتصادي إيجابي نتكلم بقى الاستثمارات الأجنبائية اللي بتخفض